أهلا بكم من جديد وعودة إلى نشرتنا ونتحدث عن ملف الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت الحكومة الأوكرانية إجلاء عشرة ألاف شخص من محيط كياذ إلى داخل العاصمة يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة العالمية أن مستشفى ولادة من بين 18 مركزا طبيا تم قصفهم في أوكرانيا المدنيون في أي مكان تشتعل فيه الحرب وحدهم من يدفعون فاتورة تلك المعركة أي أن كانت أهدافها ودوافعها وبالرغم من اختلاف ردود الأفعال العالمية تجاه هؤلاء المدنيين يظل الوضع شائكا ومؤلما فعلى إسر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تسليم 81 طن من الإمدادات إلى كييف بحسب تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم كما أنشأت المنظمة خطأ نبيب من الإمدادات للمرافق الصحية في جميع أنحاء أوكرانيا وخاصة في المناطق الأكثر تضرورا ويقوم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بنفسه بمساعدة الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة وأما على الأرض فما زال الوضع رغم كل المساعدات صعبا نظرا للبرد القارس ووعورة الطريق على الشريط الحدودي للبلاد بدوره قدر رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب أوكراندي أن ينصل عدد اللاجئين جراء العملية العسكرية الروسية إلى ما يقرب من مليونين ومائتي ألف لاجئ عبر منهم حوالي مائة وعشرين ألفا إلى مولدوفا فيما فر أكثر من واحد وثلاثة من عشر مليون شخص إلى بولندا وبحسب مسؤولين آخرين فإن من بين أكثر من مليوني لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية لروسيا إلى دول مثل الماغر وسلوفاكيا ورومانيا ومالدوفا كان ما يقرب من نصفهم من الأطفال وفي بعض الحالات كانوا بمفردهم في مشهد أوروبي أوروبي لم تعهده القارة العجوز من قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل